في السباق بين احتواء تداعيات ردي إيران وحزب الله والمساعد ديبلوماسية في محاولة لردع الانفجار الكبير جاءت الزيارة الخامسة للمفاد الرئاسي الأمريكي أموس هوكستين إلى لبنان منذ بدء عملية طفان الأقصى واستهلها بلقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه برري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني وكان عارض للتطورات الميدانية والسياسية ما زلنا نؤمن أن حل ديبلوماسي ممكن الوصول إليه لأننا نستمر بالاعتقاد وبالإيمان أن لا أحد يريد حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل خاصة للشعب اللبناني والشعب الإسرائيلي نعرف أن ذلك ملح لأن الاعتداءات بين حزب الله وإسرائيل قد تصاعدت منذ آخر زيارة لي إلى لبنان وقد تحدثت مع رئيس مجلس النواب السيد بري حول الوضع في لبنان والحاجة لتخطيف التصعيد الأحداث عبر الخط الأزرق الموقف الرسمي بالالتزام بالقرار الأممي 1701 سمعه هوكستين أيضا خلال لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجي عبدالله أبو حبيب بعد جلسة لمجلس الوزراء بحثت خطة الطوارئ الحكومية بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب على لبنان وغزة لا نزال ندفع ثمن باهزا من أرواح شبابنا وأهلنا وبلداتنا واقتصادنا مصرين على وقف الحرب ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل منوده ومدرجاته من كبل الجميع لأنه المدخل إلى أي حل مهمة المبعوث الأمريكي الدبلوماسية السعية إلى إطلاق مفاوضات التسوية شملت وفدا من نواب المعارضة ما بدنا توسيع للحرب يعرف أنه لبنان لا يسعى إلى حروب ويعرف أنه لبنان كل البدوية أنه ترجع توقف دولته على إجرية يرجع جيشه اللبناني هو الوحيد يكون مسؤول ونرجع نكون عم نطبع الآرات الدولية وعم نبني مؤسساتنا وطبعا بناء المؤسسات يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية وبتشكيل حكومة وعلى وقع زيارة هوكستين التي بدأت بزيارة قائد الجيش العمار جوزيف عون في اليرزي عشية المفاوضات بشأن غزة تطورات ميدانية حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غرات على عدد من القرى الجنوبية واستهدفت مسيرة دراجة في بلدة العباسية في سور ما أسفر عن سقوط 17 جريحا بينهم أربع حالات حرجة بحسب بيان لوزارة الصحة كذلك تعرضت تطرف رشي الفخار لقصف مدفعي إسرائيلي واستهدفت طيران المعادي لعديسة وعيد الشعب مجدوري نعيد اليمن اليوم بيروت